آلية جديدة مرتقبة لتنظيم منح الإعفاءة الطبية وتقنين إصدارها بمرجعية واحدة لضمان وصول رعاية الصحية إلى مستحقها غير المؤمنين هذا وأكد أو رجح مصدر حكومي إعلان الآلية الجديدة بالتشاركية مع مجلس النواب بما يضمن منح الإعفاءات للمواطنين بالسرعة اللازمة وبكل سهولة ويسر وشفافية وتضخمت فاتورة الإعفاءة الطبية خلال السنوات الماضية ثلاث مرات فوق الحد المقرر ضمن الموازنة المقدرة ب70 مليون دينار سنويا لتصل إلى أزيد من 200 مليون